نتمنى أنه نحققه اليوم يعني الصعود لأنه فريق رشاد البرنسي ما يستحقش هذا القيسم ونتمنى أنه يكون في أقرب وقت ممكن إن شاء الله متابعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم نحط الرحالة اليوم بالضفة الشمالية لمدينة الدار البيضاء في ضيافة فريق الرشاد البرنسي لننقل لكم أجواء تدريباته عندما نتحدث عن الرشاد البرنسي فنحن نتحدث عن فريق أعطى الكثير للكرة المغربية مدرسة كروية عريقة أنجبت طوال السنين العديدة من المواهب التي مارست وتمارس في الدور الوطني الأول رغم سخائه فالفريق الذي مارس في القسم الوطني الأول والذي صحق فريق التراجي التونسي يعاني اليوم في صمت وهو يتدحرج إلى قسم الهوات من فريق صالة وجلة في جل الملاعب إلى فريق ينتهي به المطاف للأسف يبحث عن ملعب ليقيم فيه اللعبون تدريباتهم ويستقبلون الفرق المنافسة الأخرى هذه باختصار قصة صعود ونزول لفريق ممنوع من النسيان فريق رشادي البرنوسي بسم الله الرحمن الرحيم فالوضعيات الفارق حاليا فهي في واحد تحسون كبير لأنه البداية ديال هاد الموسم يلا بدنا ثلاثة ديال المباريات هذه الأسبوعات تكون القطر يام جوني فالمستوى يعني بعد دورة بدورة فالمستوى في تطلع كبير ونظن بأنه عندنا عناصر شابة من خارج مدرسة ديال رشاد البرنوسي وكذلك الفارق فهو كله جل اللاعبين دياله من مدينة دار البيضاء فبالنسبة للمستوى فالمستوى احنا راضين على المستوى ديال أداء ديال اللاعبين في كل مباراة وتنتمنه أنه هاد مباراة ديال الدورة الرابعة ان شاء الله نتمكنه من الفوز دياله فهذا هو النطلاقة اللي تنتسنه هو فوز اللي يخلي أنه الفارق يصبح غادي في الطريق الصحيح وتنعرفوا أنه المدرسة ديال رشاد البرنوسي فهي كانت دائماً لتتعطي لعبين من الأندية الوطنية ومبقاش ملعب رشاد البرنوسي فهذا داخل لأنه حتى يعاني حتى من الفئة العمرية دياله والآن نحن ندربه في ملعب ديال عين سبع ومن ممكن أنه الأسبوع المقبل لنرجعه للملعب ديال سيدي مومن وهذا هي الداربة ديال الفارق اللي ما عندوش ملعب فالآن كين ملعب ديال رشاد البرنوسي فهو بدافل البناء دياله في مشروع ديال بناء دياله يمكن أنه يكون إن شاء الله موجود في سنتين أو ثلاث سنوات يكون عندهم ملعب ونتمنوا أنه إن شاء الله يخليه رشاد البرنوسي رجع للقوة دياله تطلوعات ديال أي فارق يعني متنظرش على رشاد البرنوسي أي فارق يعني في الأقسام ديال القسم الوطني للهوة الألف أي فارق تبغي أنه يسعد للقسم الوطني التاني فحنا اليوم تنشتغلوا على هذا النقطة يعني الصعود إلى القسم الوطني التاني رغم أنه كيف قلتي أنه الملعب معدناش وبعض الإمكانيات لي معدناش ولكن أنا كمدرب الفارق واللاعبين فإحنا كذلك الرئيس الفارق سيشام عفورة فشبورة فيمكن أنه تنطمحوا باش الفارق على الأقل يكون في القسم الوطني التاني أنا اللي تنتمنى أنه نحتافظ على هذه المجموعة ومنجي بتاشي لعب وإن شاء الله اللي تنتمنى أنه المستوى ديالهم كيف قلت مبارا مبارا بدتي تيرتافع نتمنى أنه في مرحلة الذهب نتمنى أنه هم يخلوني أنه ما نجي بتاشي لعيف في مرحلة ديال وتنشكركم على المجيئ ديالكم باش نعطوا الضوء على فارق راشاد البرنوسي لأنه فارق فهو كبير وتنتمنى أنه الجمهور دي راشاد البرنوسي يصبر علينا شوية لأنه إحنا تنعاني من البنية تحتية ونتمنى أنه نحققوا لهم يعني الصعود لأنه فارق راشاد البرنوسي ما يستحق شهد القسم ونتمنى أنه يكون في أقرب وقت ممكن إن شاء الله كتاقم شقني وكل لعيبي احنا كاملين نعازمين إن شاء الله هذا العام باش نحقوا حد السعود رجعوا الفارق راشاد البرنوسي للمكانة دياله وكيف ما نشعرف جميع باللي يعني الفارق شحادي وكي يعاني هذا العام كانت أزمة ديالنشائيه جاء العام جاء يعني مدرب كبير اللي هو سيبكاري وجاء عديد من الأسماء اللاعبين المجرابين يعني يعني اللاعبين كتابلة بدون ذاك الأسماء وكيف ما نشعرف يعني جميعنا الفارقة الفارقة العامة دي يعني كانوا حشوية تشورت في المقابلة الأولى يعني المقابلة الأخيرة كنا كنا عازم على انحقوا طروابوا ولكن الشي ما ما مقدرناش عليه كانوا بزاب ديال العراقين والحمد لله يعني في مباراة المقابلة إن شاء الله غادي نكونوا عازم على انحقوا طروابوا اللي هي اللي خاصة إن شاء الله فد موثم هذا باش نبدأوا إن شاء الله موثم جيد ونكونوا في شطل لوعات الجامعة هالذي الفارق لراشاد البرنوسي إن شاء الله الفارق الإعاق لليش القينات هذه السنة وهو الملعب لأن باقي قمنا بدينا نتأضبطه ودبا صباحا كنت تفاجأوا بخابر بأن غادي نبدلوا حتى الأرضية الملعب غادي نرجعوا للسيديم ومن وقنا تركيبة البشرية تبدلات واحد خمسية في المئة قريبا كنا ندفارقة وكنا اللاعبين جدد خاصة غير صبر وبنسبة طموح ديالنا فالفارق والمسؤولين ولا اللاعبين نحن كاملين نقولوا هذه السنة سنحاولوا باش نرجعوا للفارق للمكانة ديال وليه قسمه الثاني بالرغم هذه الإكرارات التي قلت لك لها ديال الملعب وحتى المكتب اللي كي سارع بأنه يوفر جميع الدورو في ديالنا فبالغير هذه الإكرارة ديال الملعب نظر بأن للمكتب والجمور ديال برنسي يخصوا غير يصبر على هذه المجموعات وغادي تقول كلمة ديالة إن شاء الله اشتركوا في القناة